فيما يخص عمال الجهد الخدمي يواصل لعماله طبعا في مناطق حزام بغداد وأيضا هناك جهود كبيرة ومتميزة انتقلت إلى المحافظات العراقية بالوسطى والجنوبية فيما يخص عمال الجهد الخدمي في حزام بغداد تمثل بعملية مد خدمات الونى التحتية المتمثلة بخدمات المياه والمجاري والتبليط والأرصفة وتأثيث الشوارع اليوم الجهد الخدمي هو فريق متخصص بعدد من تشكيلات وزارتنا إضافة إلى جهد الخدمي الهندسي لهيئة الحجد الشعبي إضافة إلى أمانة بغداد أيضا تم إحاطة بعض الخدمات بمسؤولية الجهد الخدمي تمثلت في إعادة تأهيل وتطوير بعض الخدمات التعليمية المتمثلة بالمدارس وأيضا إعادة تأهيل وتطوير بعض الخدمات الطبية في حزام بغداد وهناك أيضا جهود متميزة في المحافظات العراقية المتمثلة بعملية مد أيضا خدمات المنى التحتية وإعادة تأهيل المدارس والمستشفيات والمستوصفات ولا آخره طيب لو نتحدث عن المناطق الزراعية والعشوائية يعني ما هي تطورات في الجهود الخدمية؟ يعني هي أيضا أنا ذكرت الحضراتكم بخلال المقدمة الجهد الخدمي أيضا دخل ضمن هذه المناطق لكن تعرفين يواجه الصعوبات بعض الأحيان هذه المناطق اختطت من قبل بعض المواطنين في زمن الأزمان بصعوبة مرور الآليات لأن تقسمت هذه المناطق الزراعية سواء كانت بساتين أو إلى آخره أو بعض الدوان من لعادة ملكيتها إلى الأهالي بشكل عشوائي وأيضا جهد الخدم اليوم يواجه بالحقيقة بعض الصعوبات في عملية مد الخدمات المنى التحتية تعرفين يعني نحتاج إلى قياسات معينة في عملية لدخول الآليات لكن مع ذلك ستشمل هذه المناطق أيضا بإمدادات خدمات المنى التحتية وتطويرها لغرض تزويد المواطنين بالخدمات اللازمة طيب سيد استبرق أحنا يعني كما تعرف مقبلين على فصل الشتاء وهطول الأمطار هل هناك وقت محدد لإكمال عملية تأهيل جميع المناطق المستهدفة في بغداد يعني والله أنت تشوفون يعني الجهد الخدمي بالذات يبدو الجهود رائعة وسريعة طبعا هناك الكثير من المناطق المحرومة من خدمات البنى التحتية وبالتالي بالحقيقة هم يصارعون هناك صراع كبير وسباق بالحقيقة مع الزمن لغرض مد الخدمات بأسرع وقت ممكن وضمن الشتاء ستكون بعض المعاناة طبعا أكيد رح تكون عندنا معاناة في بعض المناطق وأن نحتاج أن نطمن المواطن العراق لكن بتوجيه من قبل دولة رئيس الوزراء بأن يتم متابعة هذه المشاريع وأن يكون هناك أكثر من شفت ربما شفتين أو ربما ثلاث كذلك هو الحال العمل به في مشاريع فك الاختناقات المرورية لغرض إنجاز هذه المشاريع ضمن التوقيتات والمرسومة إلها وبأسرع وقت ممكن وضمن المواصفات الفنية التي رسمت فيما يخص المراقبة والمتابعة للمواد المستخدمة كي لا تتكرر الحالة إلا حدثت ربما في الجنوب يعني إذا تحتي على جهد الخدمي في دخل المؤخرا ويا نقابة المهندسين بدخلت لأتوا كوزارة إسكان كوزارة إعمال إسكان نعم لدينا المركز الوطني للمختبرات الإنشائية هذا هو مركز قديم وعريق ولديه فروع في كافة المحافظات وهو يشرف ميدانيا على كافة المشاريع اللي تابعا للوزارة فيما يخص فحص كافة المواد الداخلة التي تدخل من رمل وحصا وشيش وكيميائيات البناء الحديثة التي تستخدم ولا يتم استخدام المادة إلا بعد صدور شهادة الفحص فيها طيب نتحدث في أعمال مشاريع فك الاختناقات المرورية في بغداد كيف تجري وما الذي تحقق منها حتى هذه اللحظة نعم فيما يخص مشاريع فك الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد ونتكلم بالتحديد عن الحزمة الأولى هي حزمة أولى نعم فكينا بشكل تسلسل زمني متتابع ومدروس أطلقنا بعض المشاريع في شهر الرابع وثم أطلقنا في شهر السادس والعاشر ومؤخرا في شهر العاشر أطلق دولة رئيس الوزراء أربعة مشاريع هي تقاطع فون الجميلة ومجمع مشين وتقاطع قرطبأ ومحمد القاسم مرورا بطريقة كركوك بغداد بالحقيقة طبعا نحن نشتغل بها صباحا ومساءا المواطني اليوم يشكي من زحامات كثيرة تسببت بسبب هذه المشاريع هي بالحقيقة ليس بسبب المشاريع إلا الزحامات المرورية كانت أساسا متواجدة في هذه العقد المرورية ولم كان خضعت لدراسات معمقة مع الجهات المرورية أو الجهات التخطيطية عندنا في الوزارة ورسمت لها مشاريع فقل اختناقات المرورية بكل تأكيد طبعا هذه الأماكنة والعقد المرورية تشهد زحامات اليوم أكثر مما كانت تشهد عليه سابقا بسبب أن تعرف اليوم من أكفة مشروع معين في منطقة معينة أكيد سيسبب إرباك لنوعا ما بحكم تسييج الموقع وإنزال كافة اللوازم أو متطالبات من دوار المهندس المقيم أو الشركات المنفذة أو الآليات أو الآخرة لكن تم وضع أيضا استراتيجيات الممكنة والحلول الممكنة أو الآنية التي نتخذها نحن الغرض تخفيف من العبع من المواطن خصوصا في هذه الأماكن التي تشهد مروري وهي استغلينا الطرق الجانبية المحاذية لهذه المشاريع أزلنا بعض الأرصفة أزلنا بعض الأعمدة الكهرباء بشكل مؤقت لإتمع عادتها وتطويرها بعد إنجاز هذه الأماكن أو المشاريع اليوم مشاريع فقط الاختناقات المرورية تتابع من قبل دولة رئيس الوزراء ومن قبل سيد الوزير والكادر المتقدم في دائرة الطرق والجسور وهناك عمل صباحا ومساءا وحتى ليلا اليوم نسب الإنجاز اللي وصلت لها المشاريع بشكل عام هي نسب إنجاز جيدة هو وصلت نسب الإنجاز في عدن وصنعاء إلى 70% يعني هو سواكس فيما نستعمال الركائز أما بشكل عام إحنا وصلنا بحدود من 15 إلى 20 يعني هذا يطينا انطباع أنه تكمل بهذه السنة إن شاء الله تكمل يعني فيما يخذ صاحة عدن الناس أكثر شيء اللي نسمع بالإعلام ولي تشوفونا ويتلقونا ساحة عدن ساحة عدن لأنه ساحة عدن تعرف حيوية طريبة حيوية من عدد من المناطق التي تشهد دوعا ما كثافات سكانية عالية في هذه المناطق مدة مشروع صاحة عدن هي 300 يوم تدنى به من شهر السادس ومن المؤمل أن ينجز العام المقبل بالحقيقة جميع مشاريع فق الاختناقات المرورية تتابع بشكل يومي في الصباح وهناك زيارات ميدانية ليلية للسيد الوزير والسيد المدير عام دارة الطرق والجسور ونسب الإنجاز تسير وفق ما هو مخطط إلى وإن شاء الله نشهد العام المقبل افتتاح بعض مشاريع فق الاختناقات المرورية خصوصا المشاريع التي ابتدأت من أول شيء ذكرت الآن أننا أطلقنا بعض المشاريع في شهر الرابع ومن ثم أطلقنا وجبة أخرى في شهر السادس والثامن ومن أخرى أطلقنا أربعة مشاريع في شهر العاشر والأمور تسير وفق ما هو مخطط لحد الآن ويتم أيضا تم تخصيص فرق عملية من كافة الجهادات العلاقة خاصة بكل مشروع يعني هناك فريق خاص من الوزارة ومن الأمانة ومن الكهرباء ومن النفط ومن الثقافة ومن التراث وإلى آخره كافة جهادات العلاقة معنية بكل مشروع هذه مهمة هذه الفرق هي تدليل المعوقات أو أي تحدي ممكن يطلع عندنا في المشروع يعني إذا طلع عندنا مثلا إمداد معين لإنبوب نفط أو كهرباء أو اتصالات أو الضوء أو إلى آخره يتم إحالته ويتم تدليل هذا المعوق أو التحدي الذي يظهر بالمشروع بأسرع وقت ممكن بالتعاوم من خلال هذا الفريق